اليوم سوف نقوم بوصف صورتين سوف نتعلم كيف يمكنك أن تصف ماذا ترى في صورة ما تصف الأشخاص، ملابسهم، مشاعرهم وأشياء أخرى عندما تريد أن تصف صورة ما تستخدم العبارات التالية Auf dem Bild sehr ich يعني أنا أرى في الصورة الفعل sehen هو في التلوس أكوزاتيف إذن ما بعده يجب أن يكون في الأكوزاتيف أو Auf dem Bild sieht man أو Auf dem Bild ist ثم تقول ماذا ترى ثم سوزين لاحظوا جيدا هذه الصورة سوف نقوم بوصفها ماذا ترون في الصورة؟ أنا أرى في الصورة عروس وعريس كيف نقولها؟ أف دم بلد سيئ إش يعني أنا أرى في الصورة أين بغاوت تعني عروسا أين بغاوت أين برويتيگام أين برويتيگام يعني عريس أف دم بلد سيئ إش أين بغاوت أين بغاوت تعني أرى في الصورة أين بغاوت تعني أرى في الصورة عروسين أن سوف تكون في آخر الجملة دم بغاوت تعني أرى في الصورة عروس سوداء و أين وايسس هيمد كما تلاحظون ربطة العنق التي يرتدي العريس منقطة فيها نقط إذا أردتم أن تصفوها بالتفاصيل تقولون Gepunktet تعني منقط عندما تصف لباسا ما أنه فيه نقط منقط الآن سوف نصف شعره وعيونه سوف نقول عنده شعر قصير أسود وعيون سوداء إرهات يعني عنده الفعل هابن في الفعل أكوزاتيف كورت يعني قصير دي هاغ يعني الشعر إرهات شفات كورت هاغ يعني هو عنده شعر قصير أسود دي أوجن هي العيون وند شفات أوجن وعيون سوداء الآن سوف نقوم بوات من ترتدي العروس دي بغوت خيكت يعني العروس ترتدي دي بغوت خيكت يعني عينده شعر أسود دي بغوت خيكت يعني عينده شعر أسود العروس تُمسكو في يديها باقت زهور دي بلومنشتخاص أين بلومنشتخاص باقت زهور هالتن يعني مسكا عندما تمسك شيء ما في يديك إن دي هاند يعني في اليد زي هيلت أين بلومنشتخاص إن دي هاند هي تمسكو باقت زهور في اليد والآن سوف نقوم بتخمين سن العريس فاشاين ليش من المحتمل فاشاين ليش عندما تريد أن تقول أو تصف شيئا ما في الصورة يعني ولست متأكد يعني سن العريس أو العروسة لا أحد يعرفه إذن تستخدم عبارات ك مجلشا فيز يعني من المحتمل فيلايش ربما إيش فرموتو داس يعني أنا أضن أو أخمينو أن فاشاين ليش إست إر دايسيش يارو أل من المحتمل عمره تلاتون سنة الآن سوف نقوم بتخمين سن العروس مجلشا فيز إست زي أختون تسوانتسيح يارو ألت يعني من المحتمل عمرها تمانية وعشرون سنة والآن سوف نحاول وصف مشاعر العروسين من خلال الصورة كيف يبدو العروسين؟ الفعل ليشلن يعني ابتسم يبتسموا هم يبتسمونا زي ليشلن يعني هم يبتسمونا ويبدونا سعداء الفعل أصزين هو فعل منفصل معناه بدا يبدو جلوكليش يعني سعداء جلوكليش زي ليشلن ونزين جلوكليش أوس عندما تكون عندنا ويكون عندنا نفس ضمير شخصي كما في هذه الجملة زي لنعد كتابتها في الجملة الثانية الآن سوف نقوم بوصف الخلفية در هنترقوند هي الخلفية في الخلفية في الخلفية في الخلفية نرى جدار اسمنتي لونه رمادي غراو هو اللون الرمادي دي سيمينتفاند يعني جدار اسمنتي دي سيمينتفاند في الخلفية على اليمين يوجد كرسي لوحة فانية وعلى اليسار توجد طاولة صغيرة طاولة جانبية فوقها مزهرية فيها أزهار در شتول الكرسي داس جميلد لوحة فانية بلومن إن أين فاز أزهار في مزهرية دي بلومن أزهار هذه الطاولة تسمى در بايشتيل تيش طاولة جانبية تستخدم لعدة أغراض در بايشتيل تيش على الجانب الأيمن على الجانب الأيسار على الجانب الأيسار توجد طاولة جانبية على الطاولة الجانبية توجد ضغور في مزهرية على الجانب الأيمن يوجد كرسي ولوحة فنية معلقة على الحائط أو يمكن أن تستخدم يعني في الخلفية يمينا وفي الخلفية يسارا ثم تكمل ماذا ترى الآن سوف نقول قصة الصورة ماذا تعتقدون ماذا يحدث في الصورة مثلا تقول لكي تقول اهتمال أو رأيك يعني في قصة الصورة عندما تستخدم أداة الرب تضع الفعل في آخر الجملة أنا أظن أنهما تزوجا للتو الفعل هيراتن يعني تزوجا يتزوجوا في الماضي هابن جهيراتت هابن جهيراتت جهيرات يعني للتو جهيرات إيش دنك دس زي جهيرات جهيرات هابن والآن يلتقطونا صورة الزفاف أين هوخدسايتس فوتو ماخن يعني التقاط صورة زي فاف ماخن هنا معناها التقط يعني التقاط صور وماخن يتز أين هوخدسايتس فوتو لاحظوا معي جيدا هذه الصورة ماذا ترون في الصورة؟ في الصورة أنا أرى امرأة شابة الآن سوف نذكر المكان الذي تتواجد فيه هي في الشاطئ يعني المرأة تتواجد في الشاطئ أو زي بفندت زي بفندت زي بفندت زي بفندت يعني تواجد يعني تتواجد في الشاطئ تجلس على حصيرة نزهة دي بيكنيك مات هي حصيرة نزهة زي زيزت اوف اينا بيكنيك مات يعني هي تجلس على حصيرة نزهة أو ممكن أن نربط بين جميع هذه الجمل ونقول اوف ديم بيلد زي ايف اين يونغ فخاو دي اوف اينا بيكنيك مات امشتخند زيزت حصيرة النزهة التي تجلس عليها المرأة موضوعة على رمل الشاطئ دي بيكنيك مات ليكت اوف ديمشتخند زيزت يعني حصيرة النزهة موضوعة على رمل الشاطئ دير زند هو الرمل ماذا ترتدي الامرأة الامرأة ترتدي فستان ابيض منقط وقبعة بنية زي تخيكت اين وايسس gepونكتتس كلايد واناين براون هوت هي ترتدي فستان ابيض منقط وقبعة بنية دير هوت قبعة عندها شعر طويل بني زي هات لانج براون هاغ يعني عندها شعر طويل بني والان سوف نقوم بتخميل عمرها يد اليسرى كيف تبدو هذه الامرأة حزينة سعيدة مسترخية أو شيء آخر يمكنكم تخميل حادتها أنا أراها مسترخية زي فاكت زي فاكت انشبانت زي فاكت انشبانت انشبانت تعني مسترخي الفعل فاكت عنده عدة معاني ولكن في هذا السياق معناه بدا عندما تقوم بي ترك انطباع على شخص ما من خلال مظهره الآن سوف نقوم بتخميل الطقس رغم انه في هذه الصورة الامر واضح انه فصل الصيف والشمس مشرقة مجلشا وايزا است اس زوما والذي زونا شاينت يعني من المحتمل انه فصل الصيف لان الشمس مشرقة او ممكن انه جيب بي مجلشا وايزا است اس زوما والذي ايه كلايد تركت يعني من المحتمل انه الصيف لانها ترتدي فستان ماذا ترون في الخلفية نرى البحر ام هنترون سيه ايه داس مير يعني في الخلفية ارى البحر على جهة يمين المرأة يوجد هناك كاميرا وسلت نزهة در بيكنيككوب يعني سلت نزهة دي كاميرا يعني الكاميرا على الجانب الأيمن توجد سلة تنزه وكاميرا معناها يوجد هناك شيء ما موجود أو ممكن أن تقولوا بالتحديد على يمين المرأة وتكمل بماذا ترى على يمين المرأة والآن لنحاول أن نقول قصة للصورة يعني أنا أفترض أعتقد أظن طريقة أخرى لكي تفترض أو تخمينا شيئا ما يعني أنا أفترض أنها تقوم بي نزه أو بيكنيك على الشاطئ